وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العلية للترخيص المحال العامة وذلك بشأن موعيد تشغيل المحال والإغلاق العامة في شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك هذا وتقرر أن تكون موعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك يوميا حتى الساعة الثانية صباحا